خميس قفة شد النوح فكبريه الملط وعمل عليه حفلة اناك خميس اللي راح له ولا هو اللي جال؟ لا الواد هو اللي راح بس شكله كان هو عشر لكن افندين اللي عبها معاه وجابه تحت رجله خلاص مالوشك مصفر كده ليه؟ لا لا الا الله النوح مش هيعدل اللي حصل لابنه ده بساهل عجب هو خميس قارس على الواد بالزيادة هل ظاهر كده؟ مدام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح طب والعمل حاج؟ طب تسألني يا بوسنة لم الرجالة وروح في دار خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم هاتها جمال يا رب استرها يا رب معانا قلو Kathy كاللوح أيض زوجه أنا حرابت فكورسي كانه حرابي وال Specifically وروح انا يبنبسينو نصRe الطة وقادي لما أخذ وأحمر وهو نوبسسود لو كنت شوفت المنظر ده كان قلبك رأص بالضحك كان قد وزتك يجبت مرة ايو يا خميسة يا حبيبي بس انا خايفة عليك قلبي حيقف من الخوف اتهد شوية يا خوي ده انت يدوبك لسه خير وعملته كل ده امه اللي جاي ايه اللي جاي زي اللي راح كله رغاوي يعني انت حتبدل رمي نفسك في النار كده على طول بتخفيش يا رمانة النار ما بتحرقش مؤمن انا ما بهذرش ايه ولا انا بهذر ولا انت شاك انا مؤمن لا طبعا يا خوي ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر امين ان شاء الله بس انا والله يخايفة عليك من اللبش ده اللبش ايه هو انت عايزيني انا يسيب حق يا رمانة اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومة اسيب البيت لعلم واطع اللي هفوه مني البيت اللي تعبت وشقيت وانا بابنيه طوبة طوبة انت ما تعرفيش انا تعبت هده ولا شقيت ازاي عشان ابني البيت ده انا اتزللت للزباين انا ايه ما كنت تعرفي الزبون اسبتو واتزللو اللي جاي ااخد قرش واللي قرش ونص اسبتو عشان يخد له ويا واللي بياخد ويا ولا ويا ونص اسبت فيه عشان يخد له فرش ان شاء الله حتى يقسمه هو زميله انا شئيت يا رمانة شئيت وعرقت وتعبت على ما وصلت لللي انا فيه وبقيت كده اهم بقى سيب كل ده في الاخر وقف اتفرج ساعتها مبقاش استهل اسمها يا فاندينا يا رمانة ايوه بس انا بصراحة كده مالش فيه انا بحبك يا خميس وخايفة عليك مش عايزك تضيع مني وتبعد عني تاني هو ده قدري ومكتوب يا رمانة بقلت بقى والله صح هو ده انا اليوم امي جالها اتطلق فيها كي بتوزع بضاعة ساعتها وشالتني وانت يا دوب لسه حتة لحمة دي كده حضرة يا بظاهر وقامت شايلاني في صندوق حشيش عشان كده انت طلعت صاحب مزاك اهمرت فطمت عليك من ساعتها اللي بقولي طب علينا ربنا والحد دلوقتي بقولها الصندوق ده يا رمانة كان تابوت تابوت من اللي بيشيله في الميتين زي ما يكون مكتوب عليا انه يجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بوق الموت احنا ايه الكلام الكيب ده ايه اللي فكرنا بالليلة دي دلوقتي هو انا محشت كيشة بده ولا ايه محشتني طبا طب اممال ايه بقى ايه بقى تعال اهو ايه اهو بقى اهو تلعي بريست ريست ده ايه ريست يا بيت ريست دي اللي عبت النخبة محش تعال بس ما تخون مش ماشي بيو أهو بس رجمت كده واحد دين ثلاثة اهو يا بنت قوية يدوب علينا ربنا اهو موسيقى رحفه ناس صبح اكيده براه براه خليك في حال موسيقى وده حال وانا مش مراتك ولا ايه مراتي مراتي بقامارة ايه بقى ان شاء الله بقامارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه بقللك ايه بقى لعنا فوقي واصطبحي وقلع الصبح انت ساحلة وعايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعيزه اكبر يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده خدني على اخوانه هو رجلت ابني الكلب بس يوديني لكم جارب اجله بيدي دول ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانة الفاضية وتحل محل اللي راح اكبر في عينين مين يا بيت اي وعد تكوني فاكرة ان انا لاح اخد طار اخوي عشان اكبر في نظرك ولا حاجة انت تبقى اتعبطي قدك عشر مرات بترمي تحت رجلي كل ليلة بس انت بتجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبراكش اه 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 مهودات همامك ما تعرفش تترمق الى النسوان ان اما تجي عند الرجالة وتعمل فار انا فارية بنتين وحاتقومك لعرفة مهمك زمل اه 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 كانто اه 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 بس وانت نزيل تحت الرادي يالله يرفع وشك يا مش يبدأ النوح اللي يحط وشك في الارض مش هقدر فهوش يا بخ غير لما السحلي قدام للجلدون وقود عقب يدي الحق ما يتخدش بقعدة نسواه في البيت ولا بكلمتين فاضية الحق يلزموا قوة تحفر بيها قبر اللي دي كتار عندك والقوة دي لازمها بمغشة غالة عشان توزن بيها كل ده عشان يوم ما تضرب يبفتك انت للطوب يوم تبروه نسوان ناصر باية دا احنا على كده بقى ما كناش نسوان الوليه كل شوية تغضب وتصرخ وتروح تعياته قال على رأي المزل الراجل انيها وهي بتبص لامه بعنيها البشاير اه دا المفروض دي سموها نوايب ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صباح النور يا حبيبي ازايك؟ في ايه بقى عالصبح؟ طب عن ملتك من ناحيتي وشعللتك كتر يا ام يا ام ان راجل عندي شغل وطالع عيني فيه مشان خاطر بالراحة بالراحة يا اخوي ربنا يخدني ويخلصني بقى وترتاحه عشان ترتاح انت امرتك وابنك في قلب البيت ويروق لهمهم كله انهم يخلصوا مني ابوس ايدك خلي انت قبلك علي مشان خاطر حاضر يا حبيبي حاضر انا ليه ايه في الدنيا تغر راحتك انا منعي حاجة واحدة بس اموريني تطلق الولية دي وتقلص منها دبوز يا عيكة شايف؟ ادي ام اكيه عايزة تخرب بيتي وتطلقني وليلي بقى انت هتستفدي يا ست انت انت ما تخربي بيتي هتتجوزي انت در ايه بيت تقلت الادب بتاعتك دي ام انا عايزة تخربي بيتي ليه؟ ده انا حمقتك يا بيت تنضربك بالجسمة على نفوك تفاية بقى تفاية ده ما بقاش بيتي بقى الرستان طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكو خالص وحتى همشي هروح شغلي من غير مخص الوشي ارتحتي بقى يا اختي ارتحت انت يا اختي دلعت بك؟ يا تكنيلا بشكلك امشي قريب الوشي ده انت مفكيش ذا هتتطلقي هتتطلقي ها ها لümüzتكي اريفчи في blindرو سهد Ludovico سهد مضيق سهد مضيق مسال سهد السلق ign خليك معايا تغوف كامل لعشرة نص فرشة أربعة معلمة زوجت مية؟ حسن طب ايقفة دي وقت اهلا الصبر عملتني السكينة اهلا انا عايزة فيدبح ها طول عمر ايه بقول لانا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي ادع عذابه عذابه يا شوق اللي مخرجت كده قدامك بيه الناس رايحة جاي عملت بص اه ايه بوصلنا مالك يا اخويا اتخنقت ازهق قلت اطلع برا شم شوي تحاوى طب خش جوه دلوقتي خش جوه دلوقتي من عيني حاسب لطوق على وشك الكعبلة تفتار في الجلبية يا حاجة سلامتك من الكعبالة يا معلم عايزين نص فاشة اربعات كم دوت زيادة مية بقولك ايه نعم قل الولية بتاعتك دي تبطل الاعمال اللي بتعملها الاعمال دي مش لينا احنا حاجة ده عشان تبعد عود الحكومة عننا ياه بس والله غالبانة وبتحبك البتة ايه يا اخو يا وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول بناديم المحبة مصلحة امر استاذ لا عزك ومصلحة امعلم اه مصلحة ايه يا مواخذة انا هجروا باويت حشيش ايه حشيش انا اويتني بعافة ما بسمعش انا حشيش قد لما اخذ يا معلمي لما اخذ يا معلمي انا منامك يا معلمي في ايه يا زوج خير الاستاذ تاية تاية فانا قلت مش حد هدله غيرك يا معلمي معلش يابدي حزوره الدنيا تلاهي هو حد عد عقله بيه اللي وين دول تحت امرك اخوية في حاجة؟ انا جاه اخذ مجاجر خير يا معلمي بس كده عندنا ليه خده للمعلم شلوفة خليه اعمل له احلى حجر معسل على حصانك ايه هو عد حاسبه ده ضيب اه ايه يا معلمي انا اخذ المجاجر حشيش يابدي ايه حشيش حشيش يابدي حد قالك ان الحياة تريد في حد بيبيع فيها حشيش يابدي اخير انت يحمل شرة انت لأ من ضيفك تقول لنا ببيع حشيش يا ابني احنا بتقول معاسل الحاوة اخواننا الراجل ده جاي بقى صمعتنا بيقول الحد بيه حشيش الوصول والاقرال نرتبوا نرتبوا رمانا ايوا حبيبي انا بجهزلك لفتار رمانا فين؟ جاكت؟ لا مش هنا مش بالدولب يا حبيب ما انت حطه هنا ورا الباهم انتنسيت ولا ايه؟ اهو ايش جاكت بتاعك اهو؟ الضرفة دي مقفولة لايه؟ مقفولة؟ اه اصلا انا قفلاء اصلا انا هدومي كلها حطاة في قط اللبس هناك فحطيت شوية حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا ماينفعش تشوفها عيب كده حريمي؟ اه بس بس يا خبوستي بقى ماينفعش مش بتقولي حاجات حريمي بس عيب يلا يلا عشان تفطر انا عاملالك الفطار بإيدي انا هفطر في الحارة معل الحارة واحشوني طب يلا عشان تلحقهم بقى طب بص مص يلا بس خد الشاكت بتاعه ايه اللي نجلة؟ ايه ده؟ ايه الشاف عيجي بس هو فيش حاجة شوية حاجات كده حريمي يلا يروحي يلا 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 عشان تلحق بقى ماشى يا أخواة اه رمونا كنت فكرة روحي بس متشعلق بالقابتك أعتالي جي тتسيو كل حتة فيها قفشين في ايدك مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك قلبي متفسص يا غريب وشبع مرار طاف لن عدر ألم نفسي في حضن أخوك ولا طيقة دي لركن جنبك ومين فينا اللي مات انا ولا انت طيقة دي لحنا بناخده منه هم وقرف وغم وكلام فارغ لو الغريبة بقى ان فيه ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيلة اللي احنا عايشين فيها دي طمر بحاجة تاني ساعدتك لا اتفضل انت اتفضل ايه اللي هوا معي باشا طيق عندك حظك في رجليك يا باشا اخبارية طازة ومن النوعية اللي بتحبها قلت لازم اجي بلغها لك بنفسي قبل باتقول اي حاجة علي تقهد على القميز بتاعي مبروك ام سامي انها هيباريك فكي يا حبيب استان اخدك يا والا زرقاته يا بنات البلد ايه تمعتها لطق في البلد واعتصرفوا عالنسوان تقمينا عينوا موسامية وقلبوا موسامية هات المفتاح عشان عايز انام نا ايه النهاردة يوم مفترج والبنات هم هنروح نهيص نهيص ايه ايه وانا ازبون يا موسامية خلص يا بقى هات المفتاح زبوني خسى عليك متقولش كدا دا انت صاحب بات بيت ايه ده اللي حبه صاحبه؟ وحيات سامية اللي عني لسه مرأيتها لا اخليك كبير المنطقة اخليك جيك رومي منفوش كده ماشي اخلاص يا مو سامية ما تعبان الله 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 ايه ده الله 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 ايه ده؟ ايه ده مركونا هيلل يا براق انا انا حج اللي قلت لهم اللواء من السوق علشان يزيد سعليها يعني والتفاهم لما البضاعة تشيح من السوق الناس هتزكت يعني هيعملوا بظاهرات اخرب سلطة اخرب سلطة بضاعة دي لقى ما تشيح من السوق الناس هتدور عالغيرها وفي زياها دلوقتي كتير والمضروب منها بقى اكتر ما تشبطوا بضاعة دي نازم تتوزع من الليلة ايوا حج بس ما بسش كلمة اللي قولة تتنفذ على طول فاهم يا براق احنا حنسلم حبيبنا الاول عربياتهم حتبقى جاهزة في المكان والمعاد اللي انا حبلغكم بيه قبلها بساعة براها مع اخر فوش ولز وهي الرجالة وشفاعة حاج دي لا شفاعة عنده زيارة لناس حبيبنا مصدقى 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 تخيات الحجاب ده في حجر بانطلونه وحتنول المراد وبعدها العيل حينزل يزافل الدغري من ظهره ادعيلي او هتنسي الاسم حنتومة سقساقة عشان الدعوة تجوز اما الحلوة بقى ياولي يا سكوتي شوية عايزة اكلمك احكيلك ما الخلقك ضيق كده مش مقاس حلوتك ده انتي حلوتك ياما وتسع من الحبيب كتير رحيات امي يا حنتومة لو ما سكتلي لحجبلك الرجالة اللي برا يجوا يقطعوك هنا ده اما شوية رجالة برا انما ايه لوس بقولك ايه ما تجيبوهم من برا يفتشوا ويبقى التفتيش ذاتي وهو كل واحد ينوبوا من الحب صح ياولي اتهدي شوية وراقي كده بالصجات اللي نزلة بها على دماري انا جتتي مش خالصة ايه هو المعلم مش المعلم اما البي الاصل ياختي مش عارفة ده زي ما يكوننا ضير كده وحتى على سقف بيتنا سمعت عنه كتير واستنته اكتر وساعت ما شفته زي ما يكون عفريته والبسدي زي ما تكون ياختي النادهة بتشتغلني في الراحة والجاية اهلاً هتكوز وسمك من العجوز مرهوش مرهوش ده الحكاية عوق وكلها مطبط يا ست شوق طب والخلفة اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سليد هتموت عليها يا اختبارك انها محصلتش كده اسلك واروة شعر واحد لما يهوز يهنيك لا هدي كده ورسني عالدور عشان حانتوما سقساقة تعرف تشتغل ولو كار بيعدي ولو ديها توسع ولو شر انا اسلهولك واسلتلك منه خيره اه يا بدي يا حانتوما لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه برا هتديكي بدل الطق عشرة بس هي الرجلي تيجي وصنرة تغمز عارفة انه باك برا معزول مش تقلي الدنيا انا عايزاكي في حاجة اهمة انت بنت اخوي وزا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عنايا الاتنين والاهم من كده انت مرطبك وابني ده كبير العيلة واخر جدري فيها والجدري ده لازم يبقى له فروع ولا اسمه فاندينة يموت عارفة مش بايدك عارفة لكن احب افكرك انه عاش معاك قبل ما يروح السجن ظلم عشر شهور وما حصلش كان ساعتها عندنا وقت لكن دلوقتي مفيش وقت ما نقدرش نستنى اتكلي على الله يلا وفرحينا عارفة كل شيء بيد الله بس برضو جعلنا اسبال والست اللي ما تعرفش تجرجر جزها لغاية سريرها ما تبقاش ست يلا ؟؟ طويم المانن بس ؟؟ موسيقى موسيقى مش عايزة ق PATÌ كل مني بس قولي معنا بسك شوية وحسب همير الباية وفين كابت نايا لي مش عايزة ق PATÌ كل مني سيبوني مع نفسي شوية أحسب همي للغاية وبتجمع بيعدك عايزة يرفتك أنا ليه مطلوبة بدينا في الناس مطلوبة يا بيت التلميذ اللي انت سرحة معانا طول النهار ده خلاص؟ ما بقاش فيه لا خشة ولا دم ولا أخلاق عايزة الناس يقولوا على ست الحبايب ايه؟ مصرحاكي؟ ده جاري يا بص امي تربيه معاه جارك مش جارك ملناش فيه يا بيت تركزي في الكلمتين بتوعي البص عشان تستفيدي يا بيت انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ربنا يباركلك في الألمونيا اللي انت بتقفيشيها وبادل ما انت سرحة معاه طول النهار كعب داير هاتي هنا المحل على اقل يبقى تحت عنينة ومتطمينين عليك معاه وبالمرة يفتح لك إزا ستين تلاتة بيرة وهو الجار أولى بالشفعة رمانة ايه تطالة اللي مش في قوانها دي؟ عايزك ضروري بالسلامة انت يا روحي اسمعي او عيحصل صرمحة برا المحل تاني الصرمحة التم هنا جوه المحل تحت عناية شلبي اقمرني ذاكر لها باب الركلام صفحة أربعة اعتبروا حصل يا برنس دا جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينايل يالله ياكت انت وهيا يالله شلبي اقمرني الكيت يا روحي إلا مؤخذة يا نجمة باب الركلام ها؟ مورين يا نجمة بقولك ايه يا ملت؟ لو قعد جيب سيرة الخميس بقايات وها حاجة خميس؟ سيرة حاجة؟ لو حطناهم جنب بعض يطلعوا ايه يا نجمة؟ جرى ايه يا ملت؟ انت هتعملهم علي؟ ما انت فاهمني كويس؟ اسمعيني كويس انا ابن سوق والكلام لازم يبقى اخده وعطى عايزيه تهيني مش كفاية اللي اللي انا عايزه ومش هو اللي بيدور في دمامك امال عايزيه يخوه بخف رجله من هنا وياريت تقطعيها خالص شفت اخر مرلة جنة فيها المحل اللي حصل كان هيتربقه كنت هقلبه فرن بلدي قدمه علينا نحس خميس انت عارفه كويس دماغه جازمة قديمة ورمانه مبتكدبش عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت بدل ما حاجة تانية تيجي من انا وهو عارف انه رمانه مبتكدبش ده انت مش ابن سوق ده انت ابن الدج والدج يعني كله رمز الوفاء والاخلاص يعني الملطي بيدون خد مننا بقى واستلم خميس هنا كل يوم وعايزنا انا اقوله اقوله عايز انت تقوله اقوله يا خويا واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه سلام يا دج شكناه يا اخباريه في شينكس عالفاشي هل تقوله ليه لعالي الحكزة او ايه؟ لا مش مسألة زهة بس قطلة عربية بيه ديت؟ لا 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 اقوله بعدها عادي يا بيه دي سعدتك؟ لا الوراء الميني باس دوتو جيس مدارس او او اعيز انتو اسم مدارس دنيا غا Vilanta احاطني على ما اعرفت الى اعرفت الكامل مانagan واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.. يام doivent مُتصرف ف listen down يام ليسرن استشد فراتوا Titicateanto ده ايه ده نحنوح تبشير المدرسة حدش عنده ضحكة السلف قدارة بوع حدش عنده فرحة السلف انا مش عارفني انا تتبيلي أنا مش أنا أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا أنا مش عايز ناوشة أبات بره أبات جوه دي حاجة تبع المزاج والكيف ماشي مش عايز عاكنانا وبراحتي محدش عنده دحكاء السلك أداري أمي؟ مال أمي؟ ترجمة نانسي قنقر أمي؟ . اشتركوا في القناة 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 يواجه الله اشتركوا في القناة 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 ده كلام من إمت ردنا بيبقى غادرة ولا خيانة ومن إمت مندخل البوليس في المبالدة لا إله إلا الله عملتك دي لو اتكشفت مش هيتقاملنا أومة تاني في السوق ولا حد هيهوى من ناحية شغلنا إيه ده بس يا خميس دي قرصة ود ده رد رخيص رد رخيص يا حجة ما نفعش يطلع من ناحية أفندينا ولا يطلع من يدينا بوسهنة دي ده راح فين سيبها تروح يا خميس عدها معاد مع الدكتور مايش روحي نسو تحيش لوحدك كاللي الزوز يوصلك يلا زوز وأمرة فندينا يا بغز آملت عزة فين؟ في إيه يا خميس ومين غيرهم لهم أصلاحة يوان؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير يعني ميلحقوش وغضبوها آه بس ده بقى رد الرصاصة يا أحمار مش حكاية العيلة يتمسك لا 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 ودي بقى دماغة مسنة مش دماغ خميس مش معنى يا معالي؟ عشان خميس ميلعبش لعبة ويسخة زي دي جلالك يا معالي؟ ما لك عملت الطبيل وكده ليه؟ بتناسي عمل إيه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف بس بقى وصول الكار إنك تعرف من ذات عدوك قبل ما تعرف عيوك ده أنا عاوز تبقى كبير يعني؟ أنا اللي عايزة أبقى كبير وأنا اللي عايزة أبقى صغير من النهاردة كل واحد فينا يعرف شمس يبدل وطلع من إيه؟ محسارة هم؟ أه؟ على كده على طول كل ما تزنق يخلع عليش؟ السبورة عليها مطرة بوكرة يعني؟ الحكاية بوخت قوي يا معالي أنا اللي بقيت حملة لأخبطت براعة ولا حملة على الغازك أنا بقى عايزة أعرف رصتي من رجليا في الليلة دي الصبر يا مطرة أيوة يعني ناوي تعمل إيه؟ شفاعة أروح السيلي كده ورا الوادي اللي اتمسك وأعرف إذا كان قال حاجة وقع بحاجة وما ترجع ليش إلا وإنت معاك المفيد مش هتبقى فلوس وصمعة حاصل يا كبير أنت ما بتفكرش غير في الفلوس؟ ونسي غريب خالص؟ ما قلتلك الصبر يا معترة؟ الله؟ هو السمع بقى بعافية ولا حاجة؟ مش يا معالي هصبر هصبر عالم أغبية ما تهدي نفسك شوية يا معالي صحيتك هذا إزاي؟ وأنا عايش بوسط دول دول ولا دول مش مهم؟ المهم صحيتك أنت يا سيد الناس أنا جبتلك الأعب قول متينة؟ فكر عليك سوريا بيت يا سوريا عايزاك سيمي سوريا الضبط للحاجر النار اتطفت من أروكو أنفخ لك فيها يا معالي؟ لا 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 هوا عليها تقوم تشعل حاضر أهو هوا 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 كده؟ لا هوا 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 بغاية ما تشعل أهو الحجر ولا يا معالي؟ مش لوحد وربينا مع هوا الوحد لكل الحجارة والعت راح والكامر لا ماتيه تسعا جهرا شوي عشان يفوك عشان أنسى الهم لفوق لفوقي من عني الوضان بس شؤت ما لك أنا هسبلك على فوق حدر أوقب خص أين عليكي؟ بيت متعاونة بس محتاجة مجهود نازل ما اطلع فوق ما تيجي يا بيته ومشي الرجالة هاي يا علي طمين تتكلم؟ ولا نطع بكلمة نفس الالهولك يا أخي زي ما يكون ربطين لسنتهم من على بعض وبيحركوها بالموت كنترول يمين يمين شمال شمال وربينهم ع السمع وطاع بكورس يا باشر زي الغنم عصائي واحدة تمشيه مصف واحد الودي علي بحاول افهمه وقوله ان الحكاية دي ممكن توصلك للاعدام ولا كأنه سمعني نزلوا فيه ضرب طول الليل انه ينطع بكلمة أبدا جبتتهم نحست من كتر الهباب اللي يبدبعوه ده معدوش حاسين بحاجة ولا حاسين بالدنيا فاصلوا عن الدنيا خالص جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله نفس القطعية نفس التناحة والسنتحة لكنهم ضربين من نفس الشريط علي انا عاوز اعرف كل حاجة عن الودة يا باشر بقولك جبنا اهله وعيلته ومراته يا علي انا مقصودش ده ثم اهله ويفرقوا عنه حاجة انا عاوز اعرف صحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه اللي بيكلمهم ويكلمون هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لأول خير نجيب بيه اخر السجادة اوامرك مادم كرامة الحقيقة انا مش عارف اقولك ايه احنا كنا تقدننا كتير كتير قوي انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحالة تأخرت جدا ومش لقي تفسيري ذوت انتي مش ماشي على العلاج ولا ايه طبع ما في ايه بس الحقيقة انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن في حد مدايقك طب في حاجة مدايقك ايه هي لازم تكون صريحة معايا عشان اقدر اساعد في علاجك اطمئني هتخلفي بإذن الله بس كل حاجة هتجي في وقتها صيقي انك ممكن تتكلمي تاني انت صحيح كتير متأخر لكن انا ما زلت عندي أمل انما ايه حاجة تانية بقى ممكن تستنى لازم تعرفي ان الادوية اللي انا بدهالك ديت ماينفعش تغديها وانت حامل هيبقى فيه تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بدهولك ده غير الاهم ان انت مش مهيئة نفسيا في الوقت دوت لحملة طفل والأمومة انا مش عايزك تكوني متضايقة من صراحتي بس لازم اكون صريح معاك عشان تقدر تساعد نفسك وتساعديني في علاجك مادام كرامة ممكن اطلب منك طلب يا طرى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة طيب طيب خلاص براحتك حاضر حاضر فهمت وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش اش اجيب له سلطة الخلفة دي نهاية حاضر حاضر اطمئلني اهم حاجة بس انك تنتظمي في العلاج وانا هكتبلك دواء اضافي ويا ريت يا مادام كرامة هشوفك الاسبوع اللي جاي في نفس المعادة مادام كرامة هو جوزك بيشتغلي انا تتك شو؟ بلغني ان امراتك مش هنا قلت اجي اعمل الوجب لو انتي مبتعرفش تعملي الواجب بالفقد انام الوجب وجب في اي حتة متشكرين يا بنت الوصول يا زوء انا اصلا خارج طب ما يلزمش مني اي حاجة قبل ما تخرج ما يلزمش متهكد متهكد حاجة كده ولا كده ولا كده ولا كده يا راشو انت بتسبتيني ولا ايه ما عاش اللي سبت ايه ما عاش اللي سبت افنديني بس انت لو طلبت لبن العصفور حيجيلك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور طب ما سكى بقى عشان يطير هو بيه العصفور طب ما يطير هو انا مسكاه بالدنيا برحى ايه ايه يوتوب علينا ربنا ما عاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه اوعد اهل دايرت الكرام اول ما رجلية تخطي عتبة المجلس لا زن لا منطقة ولا فرد ادوات ما عاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه ما عاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه واوعد اوعد بردو اهل دايرت الكرام اول ما تمصمت في كورس المجلس اوعدكم بالعيشة الكريمة بلا سلم بلا اهانة بلا درب عن قفة ما عاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا افندينا صباحنا زي الفل جعلو فضل بوفيه لا دي الحملة الانتخابية بتاعت بجاش الموري دي هو بجاش بتاعنا اه هو بعينه بتبلطاج انتخابات لما ترشعها يا بايت بتريع ولا ايه على اقولك اهواقع جو عمالي اقول اهو تحبوا ببص يا فندينا يا بص انما اقولي مكتوب ايه الاول بجاش الموري في حلو وموري ولا اتاوى ولا غرامة بكرا الشعب عنده كرامة كرامة اه مكتوب كرامة اه مكتوب كرامة فضل شيشة المعلم يا كوارع ولا اتاوى ولا غرامة بكرا الشعب عنده كرامة ولا اتاوى ولا غرامة بكرا الشعب عنده كرامة جانت الشباب اللي حمينة المعلم خميسة فندينا اسم الله عليك كواب دينا قدلها قدلنا فندينة اسفني عليه اسفني عليه اسفني عليه والشعب يا أهلاً وسعلاً بقى فندينة خطوة عزيزة حبدين على السلامة اسم الله عليك اسم الله عليك تعالك يا تكود ده عبر كباشة رياح الرجالة هموت يا بيسة مرعوبة ايه بس استهدي بالله يا قبلة والمصحفي الشريف ده انا حاسة انك واخدة عين عين ما صليتش عالنبي عين و ايه مركزة عين ايه بس خميس خرج والملط عايزني يكمل مع الباشا وانا محتاسة مش عارفة عامل ايه في النصيبة دي وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني ماهو كده يا اختي يختص يختص ويقب تاني فجأة اللعب عالكيف زي ما هو بيقول طيب ما تقولي الافنجينة وهو هيتصرف لا انت تجني انت انت عايزي يموتني طيب ماهو الباشا لو حاس عايخلص عليك انتو اللي اتنين ماهيضي النصيبة يا اختي عشان كده انا مش عارفة عامل ايه ولا عارفة ارجع للباشا ولا عارفة اتحمى في خميس طيب استهدي بالله بس كده انت وصلي عالنبي وانت ان شاء الله ان شاء الله حتلاقي الحل جايلك من عند ابو خيمة زرقة انا عارفة ان ملهاش حل غير رقابتي لا لا يا مرحب يا شباء عطميني البضاء عمان هان صليت ماهر في فناما مفترق على هنا الحمد لله حاوصل بقى انت تجهز للإستابل وتخليل السك على الآخر مش حاوز جنس عامل موجود غير كنت وخرفوش ورز فاعم؟ أمرك يا كبير واجب لي برقة من تحت أطيل الأرض يتبصل لركاتين شكشة برقة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك لتقودها الناحية التالية ها؟ حصل يا كبير فاكر يا لها فاكر يا لها ولا شفاعة ها؟ ما انت بقى على قط الزبور عرفت الحبتين وجايت بيع بيهم يا فندينة طبخ السن بيدوقوا وأنا بقال سنين ياما واقفوا صد باب المجلس أدخل ده وأمنح ده وأقول لده يقول وأقول لده يسكت ده دينة تلقبطت خلاص ما عدش فهم حاجة والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فاجتة دخ فص ملح وداد لقيت نفسي يواقف قصاد الباب لواحده قلت خش خش يا خور خش وماله ما يدرش الناس تعبانة فندينة لازم هادكر يقفلها فوش الدنيا وبلويها على فكرة أنا اخترت رمز الوتواط لأنه يناسب المرحلة ما هو بجايش هو وطواط المرحلة وبقال عضلات منفوخة جيتها أخذ راحتها مش بقال لها طول من عرض على فهي بسم الله ما شاء الله سبعة متر رايح جاي شعر مغرد عين دبالي ملانة من النهب والفردة والأتوات يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف لا يغنوا لك شرعي ما انت اتذكر المنتظر بقى يا سيدي اتذكر اتذكر ها هو خرج من العشة ورجع لأهلي وناسه والكل بيتبارك بيه وأنا أول إن اتباركين أنا في ديك الساعة يا فندينة لما تقف معايا في الانتخابات أنا كده تبقى تفتحات لي تقاطي القادر والدني يا زهزاد والحظ أنتم معايا يا أخويا ما كانش ربانة عليك كما شفتني ده انت تاحت تاحت وريقك نشف واتنايلت ابنيلك كأنك شفت عزرائيل ايه بياط ده انت بلتاجة قديمة بلتاجة خلاص بقت قلت قيمة أي عين ما معايا شلة من أصحابه يقلع مالته ويمسك سنجة ويثبت أهل حتته البلتاجة عيلت بسيت حواليا قلت أشوف لي سكة تاني وبدل ما تقفش من جيوب الحارة أو تقفش من جيوب الكل وقل لك يا بجيش نعم في الهتاف هنا في الآخر كان فيه بولو حاجة كده للشعب عنده ايه؟ كلامة غيرها ليه؟ مايصحش ها عندك ها ما تنسبش المرحلة بسم الله عليك ولمسحب وقلت حاجة ولا تقلت ولا جبت سريت حد ولمسحب وقلت حاجة بتخافش ماينا عارفة طوع عمرك راجل مجادر خايف لي خد مايخلخ بجر بلعنا موسيقى 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 الله الله قولي يا بدروت عملت ايه بقى في الموضوع اللي كلمتك فيه اوه اوه بفكر بفكر نعم انت لسه هتفكر يا بدروت حرام عليك ده لو وطني عرار اتباه وغطفتح قدام الناس كلها ما نعملك يا سرعات ما تجالي البلوة برضو ما واسبع عني يا بدروت واسبع عنك ليه وانا كنت اتحكت عليك وخدتك في حطة ضمه ما كله كان بردوك اوه لا حصل 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 ليه سويد طب ما خلصتش من بره بره ليه دي شك الدبوس وان كان علي قرشنات انا ام عكب الواجب وابا اخسيم ام امهيتك انا رحت عند الدكتور امم قال لي لو عملت العملية دي فيها خطر على حياتك يبقى مش دكتور من بكرة حروح حرفة علي قضية واشتكت النقابة خطر على حياتك ده لو ما عملهاش يبقى خطر على حيات انا ولا عشان بخت اهل انا ليه سويد يا مدران حرام عليك اهل لناس غلامة لو عارفوا حاجة زي كده ممكن يروحوا فيها كمان طلعلك اهل دي حلوة عالاخر دبرني يا اخويا انا مش عارفة اعمل ايه وقالت لي كنت اخوك دلوقت يا ريتك كنت اخويا وبعد اللي عملته خلاصت دلوقت خلاصة اسمع بيت ما تجيش هنا تاني ما عدتش عايسك التلات ايوة كدبان عن حياتك يا مدران يعني انت مش عايز تقف جنبي طب والله اخدران هافتحك قداني الناس كلها واقوم كل حاجة سعاد اه كده يا سعاد تفهميني غلط وانا مجروحة تخص عليك اعودي يا سعاد اعودي لو سمت اعودي عشان انا الكعبان اعودي انا قصدي انت في اجازة مفتوحة مفتوحة على اخر عشان تريحي وعشان لبطنك ومهيتك ماشية زي ما هي عشان تتغذي وتتقوتي مش عشانك لما عشان ابني بس ايه تسلم الورق اللي عندك عشان ده بتاع ناس ملناش فيه والفضل يا سيدي ما هيه تشاهر قدام عشان تعرف يا ادي ايه انا بحبك بس حقس 200 جنيه عاربون اتعاب القضيه اللي هرفاح على الدكتور اوهي اوهي تعالي بحظي يا ام ابني يا ترا سمتيه ولا سمو انا اه سميه انا والمسحط ما قلت حاجة ولا تكلمت ولا جبت سيري تحد والمسحط ما قلت حاجة متخافش ما انا عارف اطلع عمرك راجل مجادة خايف ليه خد موخمخ مجر ولا عنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فتالينا لأمينينا قددتنا فأرضعه بين النام الله يرضى عليك عم الشيخ فإن بغت يحده ما لن أقرى فقاتل التي تبغي حتى تقي ألا أهل الله فإن فاء فأصلحه بينهما بالعدد وأقسطه إن الله يحبب المقسطين إنما المؤمنون إغوة فأصلحوا بين أخواتهم واتكروا الله لعلكم ترحمون فأخواتهم المعلم النوح كبير الصحراء جماله حفظه شبر شبر واسمه عندنا زج جنيه الدهب ابنه براقة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق واسمه مكتوب بالحبر السري عند الدخلية لغاية دلوقت معلم أبو سنة يا جمالك يا معلم يا خالك الكبير الكبار يا أمير الأمر يا مكيف الكيف يا أصل الدوقة ومنشية ناصر سيتك من السعيد لغاية هنا كميس أبو سنة أفندينا رنس المزاج أبو الرجال وكاف ومعلم على وش اللي ما يتسموه خلاص الكلام يا رجالة الفرقة خطر والمصلحة تحكم قبل ما تكمل يا باشا الحكاية أصلها الدم والدم أصله غدر دي ما تسويش دي يا أبو سنة الموت أقوى أنا نوح بس لما يبقى القتيل ده ابنك والأخوك الكلام هنا إفريق أقوى معلم أبو سنة جار يا رجالة أنا مش جايين يقلب في الدفاتر ونصفح سبات اللي فات مات كفاء عليك أنوح بضعتك اللي راحت والرجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قادت تعصر فيه عشان يقرش الله أعلم خلصتك منه إزاي وانت يا أبو سنة بضعتك بدت تشح في السوق هتنكشف والشغل الشعبي ما بقاش يليقي بقى أفندينا شوف يا رجالة كلنا عارفين قانون اللعبة كويس اللي هيورب سنة هيوقع عشان كده لازم نركز ونشوف مصفحتنا واللي مش عايز ما يلزمناش السوق زي ما لقيت بتدي ليسنان بتعد ورجلين بتفرم وتخلص ربنا يا ربي عوضنا على البطاعة اللي راحت وزكاة الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش إنما الخسارة اللي اليوم كنا سكت عليها أبداً هي أخسارة الرجالة ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا نعرف فتح على المرحوم هامين 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 فتح عهد والعهد سيف على الأرقاب الكل بس أنا مزنوك في سؤال كده يا باشا فك نفسك وجول أبو سنة هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم خالي سعيوكم مشكور يا رجالة استنى أنتا خميس عايزة معنى موسى 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 إه عسر باشاة موسى ما قاله؟ قتلوه ايه؟ قتلوه العمروطي ده طول عمره داهية يعرف ازاي يكسب اللقصات قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيبه بس فندنا مش ساهل انا مش فهم حاجة انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا ايه بالظبط خميس رجع السوق تاني وقعدته مع العمروطي حتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة ما انت لسه قايلة يا حاجة ابنك مش ساهل طبعا ابني حيجيبه منك وبين اخليه اولي لا بالحق يا حاجة البداعة صبرت في الصعيد والرجالة جازة انا حضرت الفلوس وان شاء الله هنزل عشان اخلص فيها مش لوحدك يا بوسنة اه طبعا ما الرجالة معاي واللي عايزة كلامي لا القصد ان خميس يروح يسلم ويستلم خميس افدين اه مالو ها واحد افدين 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 ان روح افدين 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 مرحبا مرحبا طيب يالilik مرحبا يحتى لو تفضفت عن اللي بقلبك هريحك ده حتى المثال بيقوله كل ده اندواء يا استاذ انا مش هاين علي اشوفك كده بصراحة انت يا موقفت جامبي اديني ده مؤخذ الفرصة ارد لك المعروف معروف؟ أيوة، أنت يا ما حامتني يا أخويا من إيد الحكومة وما قلبها الله ما ترجع الحليم دي المغزن وروح إنت نايم إنت كمان أو روح أقلب وعشكوا مع أي زبون تاني ولا سوق نايم؟ السوق نايم ده لكم كله نايم خلاص يا أخويا الرجالة ما بقاش لها مزاج سألني أنا بقولك إيه؟ أنا بقى حسوقك وروأك أقوم أعمل لك في إنجال قهوة من اللي بيحل الرجالة يجوا هنا على ملو الشجر قهوتهم مسامية حتى القهوة مش عتقاها يا مسامية ما هم بدأوا يهلوا استلمي افتح الباب يا واجه حركات ياختي، مداري فأني خند حاضر حاضر أمر يا بلدين أستاذ بادران سيكن هلا ايه؟ ايه؟ أبال انت مين؟ إيه انت اللي مين؟ أبدا استاذ بادران فيه؟ سي بادران جو تبول اللي بارة تبسوين؟ استاذ 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 خليك إنت عروزة عروزة تبسوين تبسوين انا ولا يأكل معايا الكلام ده انا لا يخصيني عمروتي ولا بو سنة انا مش موصفلي في الليلة دي كلها حاج اللي خميس يا ابا تعليش صوت يا كمال ايك انا مش بتجعجع والسدر المكشوف الله العمروتي حطي سيفه على رقاب الكل اللي حيتحرك تحته حيقابل رب كريم على نفسه انا ما يهمنيش يا حاج انا عارف نفسي كده كده ميت طب اسمعني يا عم الميت اسمعني انا الفرص جاية كتير والطار باين وعزابة تاخدش والفتحة مردودة بس السكة تفوك والدنيا تسلك واللقيله مقتل نضربه في ايه ايوه لو ان انا مش حملة ثلاث يام اصبهم يعني عايزنا اعملا حد احط جازمة قديمة في باقي واسكت اي ضربة هنضربانه دلوقتي هتبقى زي القرش البراري لو رميتها هترد في فوشك انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له ساعتها هتبقى قضيب صحيح امرك يا معلم امرك انت والباشا اتاكي الاحمار لا بس فتحها بيت لا ما يشوره ماشي عجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طوق غابي زي امر اعمل له ايه ما علينا اقورني يا معلم امرك 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 انت ماشي حاضر امرك 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 مين؟ العاشي المتين بالعيون الملط بايدون هو إيه اللي جابك السعادي؟ أنا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين أربع حطان وباب وشباك مقفول علينا مش في محل أكل عيش ببنهم فندقة وإخراموا أكتر من كوالينه ملط يا بايدون أنا رمانة اللي فرطت الدنيا في كفق ديها واللي هدوم بها شاطت من مرمط الأيام مش هتيجي دلوقتي وتلعب علي لعبة قديمة زياتي إيه السونة اللي انت خرجة منها دي؟ اقفل السخنة وفتح الساقة شوية خلينا الركلس ونقولك كلمتين أنا جايلك بالمفيد ما انت قلتلي المفيد وأنا رديت وتفتي لسه على خدك تفتيك دي وسامة على صدري وأنا ضمتها لضلاب الزكرات وكتبت عليها إهداء من رمانة إلى المناضل الوطني الملطي بايدون باشا ما تلقيش نعم وما اللي قلتلي من بس ممكن في أي وقت يطلبك أنا عارف ان انت مش على هوا اليومين دول هو كمان مش على هواكي بس ممكن في أي لحظة هفه الشوق ساعتها لنا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقوله ما ينفعش وأنا استحالة أقوله ينفع يبقى انت كده بتصوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدام غير حل واحد ايه رحمك الكلام الكبير اللي عمالت قوله ده انت صدقت البرنيتة اللي على دماغك دي هتعملي فيها يا أخويا بتاع السياسة ده انت يا دوبك بتفك الخط وبعدين حل ايه جات حل وسطه انك تعتصمي وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شوية ميت نار يمكن الباشا يتعاطف معاك وساعتها هينفذلك مطالبك الفقاوية تعالي بقى وريك مطالب الفقاوية يا ابن روحية ما يصحش كده يا نجمعين تصدر ايه ده ايه ده بتعملي ايه قادي هدوب الباشا بتاعك الضرفة اللي عاملة زي السجان في بيتي انا خلاص خدت منها افراج واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش عشان انت عارف كويس لو كان شافة كان ممكن يعمل في الكل ايه اهدي على نفسك ليطقلك عرق مصر عايزاك يلا خد الزمالة دي وغوف ماشي ماشي انا اخدها واضمها في دلاب الزكريات يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعها لعقلك انت ستدقر حتة حلوة ازاي افندينة ما شمهاش والمصحف نصوت والم عليك الخل يلا غور يا ابنيك لجي يعني رمز الوفاء والاخلاص يعني الملت بيدول السلام يا نجمة ماشي يا ابني يا ابني عايش في ملكوت داني خالص واخص دماغ دي بتطلع سمي طبعاً انت طلعت من رجالة العمروتي انسى بأسير دي خميس ده القانون يا ريس هو يقول إنما أنا لأ وانت سيد العرفين بعدين في الآخر كله كان عشان مصلحتك كله طلع شمال هاولاد الرفضي لاوي كل الشمال منافض على بعضه عسل اسمت خمسة فعين اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النابي الله هو أكبر الليلة ليلة عيد قمي يا بيتة اللي شبه يا أخش الله هو أكبر منورنا وانقطرنا والله هو مليك عالية حلفان الهودة تباحك بيتي من البنات لا تعمل حركة يا ولاية أجل ها؟ فضلا تندينا و أنت تعرف العمروتي يا مدران لما تروحي خليس قناة مدر؟ تبا ن혼 Asiye في حيانتيiture ماطر أنا برضي جوزك ولا يحق عليك بالرضاي على جثتي إنما غصب يعمل ما بدالك أنا طول عمري عايش معاك غصب يلزي مرة يبقى بمزاكك وتمش طاير عيشة دي ده وضع مفروض علينا وإنت عارف كده كويس وضو محرموك أنا نفسي خصب عليم أنا مش مؤثر مطرح مش مؤثر لا أنا بعمل كل اللي أبدر علي عشان أخطر أخويا لكن زي ما أنت شايف الدنيا معايا من الأخباط على آخر كلها بتلعبك يقومي الكلبة بسبعة روح أنا عارفة أنك مش ناسي ترى أخوك وأنك بتحب وقدم أنا بحب توقف بتحبي أولياها مطرح أنا عارف أنا عارف أنك لسها بتحبت الغريب بشوفها فعناك حتى theoretically احنا خاص بعدني بالعجزة مطرح حبك اللي غريب هو اللي مخليني لسه بقي عليكي وكان يعني على حبة النرفزة ولا ولا ايدي اللي بتطول عليكي معلش دولي هدوب حلا وتروح فالشغل اللي مش اقتر اصبح على خير مطرح اصبح على خير مطرح مرحب المترجم للقناة 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 المترجم للقناة